بعد جدال وخلافات استمرت لأيام استطاع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم من سد الشواغر في حقيبته الوزارية ليواجه المرحلة الثانية وهي بدء الحكومة بمهامها وسط ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها ظروف استثنائية حيث تواجه حكومته عقبات كبيرة وسط مطالبات شعبية بتنفيذ المنهاج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان المواطن بات يترقب تنفيذ الوعود التي خرج بها الكاظمي مطالبا إيجاد حلول عجلة للعديد من الأزمات التي مر ويمر بها العراق وفي مقدمتها الصحية والاقتصادية وحتى الأمنية وعلى ما يبدو فإن فرص الكاظمي لم توفر لغيره من رؤساء الحكومات السابقة حيث يحظى بتوافق ودعم كبير من قبل أعضاء مجلس النواب لكنه يرى أن الوضع معقد بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة وتبقى الأزمة الاقتصادية هي العائق الأكبر أمام الكاظمي في التنفيذ بنود المنهاج الحكومي لا سيما بعد أن صرح وزير المالية بوجود عجز يقدر بأربعة تريليونات دينار شهريا وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء فأن العراق يحتاج حاليا إلى حوالي سبعة تريليونات دينار شهريا وذلك لتخطية نفقات الرواتب وشركات المتوقفة والرعاية الاجتماعية وشراء الأدوية ودفع خدمات الديون الداخلية والخارجية